خلونا نفتح مع بعض النقاش ونفتح مع بعض الموضوع في هذه المداخلات معنا الدكتور خالد منتصر الصديق العزيز والكاتب الصحفي الكبير والطبيب أيضا مساء الخير يا دكتور خالد أهلا مساء النور يا سيد مجدد أهلا بيك أهلا بيك منورنا يا فندم في معالي المواطن ألف ألف مبروك على معالي المواطن الله يبارك فيك يا فندم دكتور خالد أنت من الأقلام والكتاب البارزين في مصر الذين يتصدوا دائما لقضية الدين في المجتمع المصري وتصحيح المفاهيم في عقلنا ولديك معارك كثيرة جدا ضد التطرف والأصولية قلنا رأيك في مصروع تنظيم الفاتوة فهل الأول مصروع القانون ده بغض النظر عن مواده أو غيره اللي بتقصر الفاتوة والتصريح بيها على جهات محددة هل إحنا بالفعل في مصر بحاجة إلى إعادة تنظيم الفاتوة ومن يفتيه؟ هو الحقيقة يا أستاذ مجدي إحنا في حاجة إلى إعادة تعريف الدولة أساساً تمام مش إعادة النظر في المسألة دي هل نحن دولة مدنية أم دولة دينية؟ أولاً أنا لا أعرف دولة تعتمد على الفاتوة دولة مدنية تعتمد على الفاتوة نحن دولة مدنية في الدستور يا فندم تعتمد على القانون هناك مدونة قانونية منظومة قانونية لم تترك شاردة ولا واردة إلا وقالتها مسألة الاعتماد على الفاتوة والإسراع فيه أن أنت تجري كبرلمان لتنظيم الفاتوة وتحتشد وتتحمس وتنزل القانون في أيام وأمام القانون آخر يرسخ الدولة المدنية لابد أن تلغيه أو تعدله اسمه الفقرة واو وهو المعروف بقانون الازدراء الأديان وتعفق قدامه وساكت أو رافض يبقى إحنا قدام علامة استفهام كبيرة نحن نمشي بسرعة الضوء نحو ترسيخ معنى الدولة الدينية هذا القانون اللي بتتحدث عنه يا دكتور خالد قانون اصدراء الأديان اللي حبث ناس اللي حبث ناس لا ده بقى ساعتها يبقى سرعة السلحفاء يبقى البرلمان بيمشي ببط ياوي بل بيعارض وتنتفض العروق وزي يقوله والأوداج وتبقى المسألة لا وكأنهم يدافعون عن الرب الذي ليست فيه حاجة لأحد للدفاع عنه لأنه هو الذي يدافع عن الذين أمله وليس العكس تمام أنا عايز أقول لك حاجة مسألة أنا هديك مثالين بساط جدا من تخصص فضل الدكتور علي جمعة مفتي مصر السابق وعضو هيئة كبار العلماء قال أن أقصى مدة للحمل هي أربع سنوات ويسمونه فقريا الحمل المستكم هذا كلام لا يصمد أمام واحد في أعداد طب ولكن الفقهاء كلهم ألو أربع سنوات الأقصى فترة الحمل أربع سنوات يعني فيل الفيل ما بيعدش أربع سنوات فأعتقد وده إيه مين الدكتور علي جمعة الذي كان موجود على اليوتيوب على فكرة أنا بتقولش على حال طيب لو أنا كطبيب رحت آيل ده في العلم اسمه كلام فارغ علميا أتاخد ست شهور وأدفع غرامة والسجن لأن في حاجة اسمها فتوى لابد أن تصدر عن حد خريف أظهر ويعتمد وعلى فترة لأربع فقهاء الكبار ما حدش قال تسعة شهور خلاص الكلام العلمي الواضح طيب أديك مثال تاني وزيدك من الشعر هو حضرتك لما تقول إن الكلام ده مش علمي وكلام فارغ تبقى تتحبس أنا بفتي ما هو المسألة أنت بتفتي ومش أخد تصريح أنت راجل بتفتي طبعا أنا دكتور يا جماعة لا لو سمحت مصدر الإفتاء أصل دي بتعتمد على إيه الزوج يسافر إلى السعودية أو الخليط أربع سنوات أو سنة ثم يعود ليجد طفلا أو يجد آه آه لأ ده أنت فتحت دماغي القضية مهمة جدا صح يا دكتور خالد تفضل المسألة مش مجرد إن أنت بتقول يا سيد بجي كلمة كده يعني لو سافر بره وجي بعد سنتين لأ مراته مخلفة يبقى ابنه آه لو واحد بقى قالك ده من أهل الخطوة لحمل مستكن وأجمع بقى يعني أربعة خمسة صادفنا القدر إنهم اتجمعوا على هذا الرأي الفتحي ماذا نفعل يعني تبقى لكلام الدكتور علي جمعة يبقى الابن ابنه آه لأن الحمل أربع سنين لما هتتقاله دلوقت يا سيد مجدي أصل الكلام ما كانش أصلي كده أصل الدنيا تغيرت أصل مش عارف مين هو أنتو بس اللي معاكو المعيار والترمومتر أنتو اللي معاكو سكوكو الغفران وإحنا ما بنفهمش المسألة مش محتاجة لها واحد زي واحد يساوي ثلاثة والحكاية واضحة زي الشمس ولها بلود ومعايير علمية تمام طيب الأخطر من كده مم أنت عارف إن الشيخ جاد الحق مم الذي كان شايف الأظهر السابق الشايف الجليل آه طبعا قال إن ختان البنات واجب ختان البنات وإن اللي يقول بلاش ختان بنات أو يدعو إلى ذلك لابد من محاربة دي دي فتوى للشيخ جاد الحق مم طيب الصدفة جمعت من من هم على أو يتبعون مدرسة الشيخ جاد الحق في هذه الانتخابات وبقت هي اتبار العلماء أو الشيخ جاد الحق لسه عايش دلوقتي ماذا نفعل في هذه الفتوى اللي مش موجودة في أي كتاب عيني في الكون ما فيش حدث معها ختان البنات ولكنها موجودة في الكتب باسم الاف جي ام أي التشويه التناسلي للإناث وهي جريمة مع أنها مش وردة مش وردة في الإسلام ده هي عادة فرعونية تمام بس أنت الوقت بتقول فتوى واجب الفتوى بتعتمد على قيمة الشخص اللي قيلها طب ما أزهر هو الده شيخ الأظهر يعني ده مش أزهاري عادي ده شيخ الأظهر يعني ممكن الفتوى تطلع من الأظهر غلط جدا أطلق أنت حصرها في رجل الدين الذي صار يفهم في كل شيء قانون نقل الأعضاء رجال دين كثيرين أخروا ده قعد 25 سنة يا دكتور خالد 25 سنة طب كويس مع أن السعودية أقرته قابلينا السعودية الوهابية أقرته قابلينا آه بس السعودية الحقيقة مورد راكتل عملية أكتر منها عندهم الملك يأمر تعالوا عدوا نفذوا اللي الدولة عايزها لكن الحقيقة أنا شايف أن الدولة ساعات بتغازل السلافيين السلافيين طارة وطارة أخرى البرلمان بيقول أو الدولة بتقول لأ كل حاجة تحال إلى علماء الأظهر للبكت فيها في كل شيء من تاريخ وجغرافيا وفزياء وكيميا وبيولوجيا وكل حاجة لأن المسألة مسألة دولة دينية تعتمد على فتوى وأنا الحقيقة لا أعرف دولة دخلت الحداثة ولحقت الحضارة إلا كانت دولة مدنية تعتمد على القانون فنجي دلوقتي بقى واحد يقول لك أتل المرتد بفتوى هل يستطيع أحد في الأظهر كله أنه يقول أن حكم الردة والاستتادة كل كلام ده موجود من كل الشيوخ قالوا لكن لما قالوا رئيس جامعة الأظهر لأنه قالوا في التلفزيون صدم الناس لكن السؤال الأخطر هل أنتو ترادعت مرخيا عن المسألة دي يقول لك أصلي يستتاب يقعد ثلاثة أيام لو طيب لو قال أنا لسه مرتد يقتل طيب لا لا ده إحنا ما قلناش كنا إحنا قلنا ولي الأمر هو اللي يقتله دي ما الشيخ الغزالي في قضية فرق فودة كل اللي زعله هو ما زعلش من الناس اللي قاتل في فرق فودة فرق فودة عند الشيخ الغزالي يستحق القطر لكن إيه اللي زعله الافتئات وهي ده اللفظ اللي تقال في المحكمة الافتئات على الدولة يعني هم اللي عملوه صح يعني الدولة اللي تقتلوا مش أحد الناس دولة بقى يسلموا للدولة والدولة اللي تستطيع إحنا أمام كرسة صيبة من تنظيم ولا مش تنظيم إحنا أمام منشط أكبر يا سيادة الرئيس يا رئيس الوزراء يا حكومة يا بلد إنتوا عايزين تبقوا دولة مدنية ولا دولة دينية العملية مش كمية كل الناس اللي تقدمت في الدنيا دي كلها على كوكب الأرض مدنية هتلي دولة دينية وحيدة أو واحدة على ظهر الأرض أفغانستان ولا الصومال ولا 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 أخذت العلم وتقدمت وقادت العالم تمام أجي نفضل كده يبقى ما نشتكيش بقى ده السؤال المهم أذكرك جدا الدكتور خالد منتصر الكاتب الصحفي الكبير والطبيب أيضا وهو أصار نقاط مهمة جدا حول هذا القانون كمسروع قانون تنظيم الفتوى اللي موجود في البرلمان الآن والمفروض أنه هيصدر خلال أيام حسب جدول البرلمان أو هيعرض على الجلسة العامة خلال أيام مسألة هل أنت دولة مدنية ولا دولة دينية هل أنت يعني بتستند وبتعتمد في بنائك للدولة الحديثة على المفهوم المدني ولا المفهوم الديني ومنتظر الفتوى دي عضية كبيرة أو بصراحة